موسيقى أهلا بحضرتكم مشاهدين في هذه الطاطية الحية لحظة بلحظة على شاشة التليفزيون المصري للسباق الانتخابي الأشهر في العالم الانتخابات الرئاسية الأمريكية لانتخاب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة هذه الانتخابات التي ستحسم من سيقود الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة وعليه ستتشكل العلاقات الخارجية لواشنطن وستحسم العديد من القضايا الداخلية العالم بأسره يترقب الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد إغلاق صندوق الاقتراع أمام الناخبين في ختام حملة رئاسية محتدمة وذلك على نحو غير مسبوق في الولايات المتحدة بين المرشحة الديمقراطية كاميلا هارس والمرشحة الجمهورية دونالد ترامب حيث تواجه عشرات الملايين من الأمريكيين لمراكز الاقتراع للاختيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيد حيث يصوت الناخب الأمريكي لاختيار من يلبي تطلعاته ومتطلباته داخليا وخارجيا وذلك في مستقبل بلاده خصوصا في ظل تزايد الانقسام الداخلي وتطور ملفات السياسة الخارجية التي تتجاوز حدود الولايات المتحدة ليظل العالم بأسر يترقب مبريات هذا الصباق الرئاسي الذي يعد من أكثر الأحداث السياسية تأثيرا على الساحة العالمية لأن نتائجه لا تنعكس فقط على الداخل الأمريكي بل تمتد أثاره أيضا إلى الاقتصاد الدولي والسياسة العالمية أي أن كان الفائز فالنتيجة والحدث بأكمله سيكون وبلا أدنى شك تاريخيا فإما أن ينتخب الناخب الأمريكي ولأول مرة أول امرأة تشغل منصب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية أو مرشحا يعد أول رئيس سابق يدان بتهم جنائية عدة وإن فاز فقد يصبح أول رئيس يفوز بولايتين غير متعاقبتين يبقى العالم في ترقب لمسار الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة وفق أجندة ساكن البيت الأبيض الجديد تعتبر الانتخابات الأمريكية من أكثر الأحداث السياسية تأثيرا على السحة العالمية لأن نتائج الانتخابات الأمريكية لا تنعكس فقط على الداخل الأمريكي بل أيضا تمتد أثارها إلى الاقتصاد والسياسة الدولية والعالمية في هذا الصياق بيتابع العالم بمنتهى الترقب مجريات هذا الصباق الرئاسي بين المرشحين الديمقراطية والجمهورية خصوصا مع تزايد الانقسام الداخلية وتطور ملفات السياسة الخارجية التي تتجاوز حدود الولايات المتحدة الأمريكية يشرفنا في هذه التغطية الحية على الهواء مباشرة في استوديو التلفزيون المصري القناة الأولى المصرية الدكتور محمد سلمان طايع أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية دكتور محمد أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك طبعا زي ما الحقيقة إحنا متابعين المنافسة شريسة جدا وطبعا يعني فيه توافد من عشرات الملايين من الناخبين لاختيار من سيقود الولايات المتحدة الأمريكية سياسة خارجية تنتظر من سيفوز بالبيت الأبيض أو ساكن البيت الأبيض الجديد ما الذي تتوقع من هذه السياسة الخارجية سواء في حال فوز ترامب أو كاميلا هارس بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة الكريمة وتحياتي للمشاهد الكريم يعني في الحقيقة هذا هو السؤال المهم يعني غير ذلك من أسئلة لا تهمنا يعني الأسئلة التفصيلية ربما تهم المعنيين بالشأن السياسي الأمريكي والنظام السياسي الأمريكي وتفاصيل السياسة الداخلية الأمريكية أما ما يهمنا هو في الحقيقة إنعكاس من سيفوز في هذا المعترك الانتخابي أو هذا السباق الانتخابي على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين كما كنا نسميها سابقا رئيس العالم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو رئيس العالم أو رئيس الدولة القطب أو الأقوى في العالم وبالتالي إنعكاس ذلك على السياسة الخارجية هو ذلك ما يهمنا في الحقيقة هناك العديد من القضايا التي يمكن أن نظر إليها في إطار الرؤية الخاصة بالرئيس الجديد ولكن يجب أن أؤكد على ملحوظة عامة وهي أن السياسة الخارجية الأمريكية وإن اختلفت تاريخيا من شخص رئيس إلى آخر أو من انتماء حزبي سواء جمهوري أو ديمقراطي حسب انتماء الرئيس إلا أن هناك ما يسمى بالمينستريم أو التوجه العام السياسة العامة الثابتة والاختلافات تكون في أضيق الحدود أو في الغالب كما نقول ويعني نعلم طلابنا في الجامعة وتعلمنا من أساتذاتنا أن الاختلاف يكون في التولز أو التكنيكس أو الأدوات إذن التوجه العام للسياسة الخارجية الأمريكية لا يختلف إلا في بعض القضايا الجزئية جدا 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 ربما في هذه الحالة أو في هذه اللحظة هناك بعض الاستثناءات من هذه المسألة من حيث بعض المفارقات الكبيرة في التعامل مع بعض القضايا ممكن نتكلم على قضية قضية دكتور محمد نتكلم على العلاقات الاقتصادية أو العلاقات التجارية مع الصين ده ملف يعتبر من الملفات المهمة جدا الخاصة بالسياسة الخارجية لواشنطن خلال الفترة القادمة والمنتظر منها سواء في حال فوس ترامب أو كاميل هارس صحيح يعني أشكر جدا هذا الملف هو ملف مهم جدا 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 وأيضا هذا الملف يظهر قدرا كبيرا من التوافق في الرؤى ما بين المرشحين أو أي من الرئيسين المحتملين خلال ساعات أو ربما خلال دقائق كلا الرئيسين ينظر إلى الصين باعتبارها الخطر أو المهدد الاقتصادي الأهم بالنسبة للولايات التحدة الأمريكية واستراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي صدرت في عهد ترامب 2018 والتي صدرت أيضا في عهد جو بايدن 2022 وكاميلة كانت أو هارس كانت نائبة للرئيس في 2022 كلا الاستراتيجيتين أكدت على أن الصين هي المهدد الأول للاقتصاد الأمريكي أو الخطر الأكبر لأمن القومي الأمريكي ليس فقط للاقتصاد وبالتالي ثم تتوافق في الرؤى على أن الصين هي مصدر التهديد الرئيسي إذن هذا هو التوافق في هذه المسألة تبقى الاختلافات البسيطة وهي أن الرئيس ترامب الرئيس السابق ترامب والذي إنفاز سيكون أكثر حدة في تعامله مع الصين ولسيما أنه ينادي بتبني سياسات حماية أو ما يسمى بالحماية التجارية وتحدث عن هذه السياسات بشكل كبير حتى في المناظرة التي دارت بينه وبين هارس وأكد على أن من الضروري وضع هذه السياسات الحماية للحؤول دون دخول المنتجات الصينية هارس ترى أن الصين منافس ومصدر تهديد ولكنها انتقدت هذه السياسات الحماية ورأت أنها وصفتها بأنها أشبه بضريبة المبيعات وأنها ستعود في النهاية على كاهل المواطن الأمريكي إلى غير ذلك إذن هناك اتفاق على أن الصين هي مصدر التهديد الرئيسي ولكن الخلاف على الأدوات يرتبط بهذه المسألة مسألة مهمة جدا وهي كيفية تعامل كلا الرئيسين أو أي منهما حال فوزه مع أوروبا لأن أوروبا أيضا تنظر إلى الصين باعتبارها شريك تجاري وبالتالي هنا من سيصادق عدوي صديق عدوي وبالتالي أعتقد أن ترامب سيكون حادا جدا في تعامله مع الصين وبالتالي سيكون حادا جدا في تعامله مع أصدقائه وحلفائه الأوروبيين حال فوزه في طريقة تعاملهم مع الصين وسيجبرهم على نهج معين ربما يميني أما هرس ربما ستكون أكثر اعتدالا في تعاملها مع الصين ومع حلفائها الأوروبيين في تعاملهم مع الصين حضرتك بالتأكيد تبعت أن هناك الكثير من السياسيين الأمريكيين ما يصفوا السياسة الخارجية التي سوف أو من المنتظر أن تنتهجها كاميلا هاريس أن هي سياسة الخطوة بخطوة هي لا تريد أن تكون هناك مفاجآت صادمة بالنسبة للشعب الأمريكي في حال فوزها هل تتفق مع هذا الرأي؟ إلى حد ما هناك بعض الكتابات التي تحدثت عن التحليلات النفسية لهاريس والبعض حتى ذهب متطرفا إلى أنها تعاني من بعض العقد النفسية ولكن بشكل عام من خلال تحليلي أيضا لبعض ما يسمى بـ political body language أو لغة الجسد السياسي أعتقد أنها متحفظة إلى حد كبير ولا تتمتع بجرأة شديدة وفي البداية كانت لدي ملحوظة في الانتخابات السابقة على ترشيح كل من جو بايدن من الحزب الديمقراطي وترامب من الحزب الجمهوري والآن أيضا لدي نفس هذا التحفظ الولايات المتحدة الأمريكية التي تزخر بالمواهب تزخر بالعلماء تزخر بالفنون والثقافة والأداب إلى غير ذلك في النهاية هذا هو مرشح الحزب الجمهوري ترامب وهذه هي مرشح الحزب الديمقراطي أين الكوادر؟ يعني هذه مسألة في الحقيقة عليها سؤال كبير أعتقد أن كاميلا هارتس تكون أسيرة السياسة الجو بايدينية إلى حد كبير بحسبها أنها كانت نائبته وأنها شاركت في صناعة كثير من القرارات في ذلك الوقت وأنها تؤكد دوما على أنها تنتهج هذا الخط طبعا في المقابل ترامب لديه الشخصية القوية لديه الجرأة لديه شخصية الرجل القوي وهذه المسألة ربما من الناحية النفسية محببة نسبيا لدى كثير من الأمريكان ولا سيما أنه يتمتع بما يسمى شخصية رجل الأعمال المغامر لديه القدرة على إنجاز السفقات التجارية وبالتالي يستطيع أن يتعامل مع هذه المسألة سياسيا أعتقد أن هارتس ستكون زي ما حقا تفضلتي تتبع سياسة الخطوة خطوة أو step by step policy على الأقل خلال العام الأول ربما بعد ذلك نشهد قدرا من الجرأة منذ العام الثاني لو أيضا تحددنا دكتور محمد عن الملف النووي الإيراني أعتقد أن هذا من الملفات المهمة جدا المطروحة طبعا في السياسة الخارجية والمنتظر من دونالد ترامب وأيضا كاميل هاريس نعم ملف مهم جدا 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 ملف خطير جدا ويرتبط بعدد من الملفات الأخرى أولا ترامب كان شديد القسوة في تعامله مع إيران خلال فترة ولايته السابقة وكان يتجه نحو تصعيد المواقف مع إيران وفي 2018 قام بالانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان اتفاق حول رعاية البرنامج النووي الإيراني إن صح التعبير مع الجانب الأوروبي وبالتالي ترامب ينظر إلى إيران نظرة شديدة العدائية وهذه مسألة في رأي شخصي ربما هذا هو الجزء المعلن لكن يجب أن نؤكد على أن ثمة تنسيق واضح خفي في بعض الأمور ومعلن في بعض الأمور ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن الجمهوريين حارصين أو حارصون جدا على هذا التنسيق مسألة أن تظل إيران هي الفزاعة بين قوسين لدول الخليج حتى يرتموا دوما في الحضن الأمريكي سياسيا واستراتيجيا وحتى يكون هناك طلب مستمر على المركب الصناعي العسكري واستيراد الأسلحة هذه مسألة مهمة جدا وبالتالي مسألة التوافق أو التقارب الإيراني السعودي الذي تم برعاية صينية خلال العام المنصارم أعتقد أنه ليس على هوى الأمريكان بشكل عام وتحديدا ترامب وبالتالي مجيء ترامب سيعيد ظهور الملف النووي الإيراني إلى السطح وسيعمل على تصعيد المسألة وسيعمل على خرق إن صح التعبير جدار الوفاق السعودي الإيراني لأنه ليس في مصلحتي ربما رأينا السفقة السياسية التجارية التي عقدت ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الولايات المحدة الأمريكية في عهد إيران والتي بلغت أو وصلت إلى حد 500 مليار نصف تريليون تقريبا دولار وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا فأعتقد أن تعامل ترامب سيكون حادا جدا مع إيران ظاهريا وسيعمل على كسر التقارب الإيراني السعودي بأي طريقة كانت أما هارس بطبيعة الحال فأعتقد أنها ستتبنى سياسة اعتدالية إلى حد ما دون أن يعني ذلك أنها أيضا ستحافظ على قدر من ما يسمى بشوكة الظهر في الخليج حتى تحافظ على مصالحها في الخليج الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا من الملفات في غاية الأهمية العالم كله بيترقب ما الذي سوف يتم بعد فوز ترامب أو كاميل هارس فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الأزمة طبعا دونالد ترامب أعلن في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة على علاقته الجيدة جدا مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه سوف يسهم ويدعم في حسم الصراع سيساعد موسكو وكييف في حسم هذا الصراع ما الذي تتوقع من دونالد ترامب إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية وكذلك أيضا ما هو المتوقع من كاميل هارس إذا ما وصلت إلى البيت الأبيض يعني أعتقد أن هذه القضية تحديدا تحظى بقدر من التوافق بين الرئيسين بمعنى أن كلا الرئيسين حارصان على إنهاء هذه الأزمة بطريقة أو بأخرى لأن إطالة أمد الحرب أثبت عدة أمور أولا أن هذه الحرب أصبحت جاذبة لعدد كبير من الأطراف الإقليمية والدولية فدخول الصين أو دخول إيران مع روسيا بشكل أو بآخر من خلال بعض الطائرات المسيرة أيضا دخول كوريا الشمالية مؤخرا فيه ساحة الصراع مع روسيا وأوكرانيا لصالح روسيا كل هذه الأمور أعتقد أنها مستفزة للجانب الأمريكي وفي نفس الوقت مستهلكة ومستنزفة للاقتصاد الأمريكي أيضا هناك تحول مهم جدا في المشهد وهو أن الشريك الأوروبي أو الحليف إن صح التعبير لا أقول الشريك فقط الحليف الأوروبي للأمريكان ليس على قلب رجل واحد مع الأمريكان وأن الأوروبيين وخصوصا الألمان وبعض القوى الأوروبية الأخرى لديهم رؤى مخالفة للتوجه الأمريكي وبالتالي هم أولا لا يريدون استمرار الحرب لا يريدون هزيمة قاسية أو هزيمة واضحة لروسيا روسيا استطاعت أن تستغل ما يسمى بورقة الطاقة أو أمن الطاقة أو الأمن الطاقوي حتى تستطيع أن تستميل كثير من القوى الأوروبية وبالتالي أرى أن كلا الرئيسين سواء ترامب بعلاقاتها الخاصة مع بلاديمور بوتين أو كاميلا هاريس بتوجهها الاعتدالي وبميول الحزب الديموقراطي نحو التهديئة أعتقد أن قضية التصعيد الروسي الأوكراني أو الحرب الروسية الأوكرانية أعتقد أنها أثبتت خلال العامين الفائتين وربما يزيد لا أكثر من عامين أعتقد أنها أثبتت أنها استنزاف للاقتصاد الأمريكي وأنها ربما تتجه في غير المصالح الأمريكية ولا سيما في إطار دخول بعض الفوائل الأخرى وهو أمر سيستنزف الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير جدا دون تحقيق عوائد لا على أرض الواقع ميدانيا سواء من حيث تحقيق خسائر الروسية إن صح التعبير وهو ما تريده الولايات فحدة الأمريكية أو على الأقل بمناصرة أوروبية صرفة للتحرك الأمريكي لا هذا تحقق ولا ذاك وبالتالي أعتقد أن الرئيسين سواء هارس أو ترامب سيميلان إلى خفض حدة الحرب الروسية الأوكرانية أو على الأقل السعي إلى إنهائها خلال الفترة القادمة دلوقتي الحقيقة من الأنباء اللي لسه وصل لنا أنباء عاجلة إنه رئيس الأماء المرشح الجمهوري دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية إنه فاز في ولاية جورجيا ب246 صوت 247 تحديدا صوت مجمل الأصوات حتى الآن طبعا في كل لحظة بترد إلينا الأرقام من الولايات الأمريكية المختلفة بنوافي حضراتكم طبعا بأهم هذه الأرقام من مختلف الولايات بنلاحظة ولحظة الحقيقة دكتور محمد يعني بنجد إنه النتائج بتتغير بشكل كبير جدا لأنه الناخب الأمريكي دائما بيكون لي دور مهم جدا ولكن دائما ما نجد إنه اهتمامه أكثر بالجانب الداخلي سواء بالنسبة للشأن الداخلي ولكن أيضا السياسة الخارجية أيضا لها أهمية كبيرة جدا ومن ضمن الملفات الموجودة في السياسة الخارجية بنجد إنه المرشح الجمهوري دونالد ترامب فأعلم أيضا في أكثر من مرة أنه هيدعم بنسبة 100% حلف شمال الأطلسي حلف النيتو وذلك في حال أنه الدول الأوروبية تفي بالخزاماتها المادية ملف في منتهى الأهمية يريد حضرتك تتكلم عنه تفصيلا والمتوقع من ترامب وأيضا من كاميلا هاريس جدا يعني خليني بس أعلق سريعا على الجملة التي تفضلت وقلتها ابتداء وأتفق فيها مع حضرتك تماما وهي أن ما يشغل الناخب الأمريكي ربما بالنسبة تفوق 90% شعيز أقول 100% هو الداخل نعم قضايا الداخل وتحديدا القضايا الاقتصادية القضايا الخاصة بالتشغيل نسب البطالة العمالة الإجهاض الحق في العمل الحقوق المثليين وغير ذلك من القضايا الداخلية أما القضايا الخارجية فربما تهم المحللين وتهمنا نحن يعني في الخارج أعود إلى الملف الذي تفضلت وذكرته وهو ملف حلف النيتو ملف في غاية الأهمية ولكن على الرغم من تصريحات دونالد ترامب المتكررة بأنه يدعم الحلف إلا أننا يجب أن نؤكد على أن دونالد ترامب هو صاحب الواقعية في العلاقات الدولية والواقعية الهجومية الواقعية الهجومية يعني تتجاوز فكرة البراجماتية أو الواقعية التقليدية وتنطلق إلى ما يمكن تسميته بأن الدولة يمكن أن تتبنى تصرفات واحد وحادية الجانب اتنين تقوم بشن حروب استباقية وأريد أن أذكر على أن لفظ الحروب الاستباقية ظهر أول مرة في استراتيجية الأمن القوم الأمريكية 2002 في عهد بوشي الإبن وهو كان جمهولي بالمناسبة وبالتالي فكرة الإيمان بالمؤسسات ليست حاضرة كثيرا لدى لا أقول لدى الجمهورين ولكن لدى دونالد ترامب تحديدا دونالد ترامب على الرغم من تأكيده تأييده يعني تأكيد تأييده لحلف شمال الأطلنطي إلا أنه أيضا في غير مناسبة أكد على أنه يمكن أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية كإمبراطورية دون حلف شمال الأطلنطي وأكد أيضا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل أعباء مادية كثيرة متغير الاقتصادي مهم جدا وهو دائما بحكم أنه رجل أعمال وبحكم أنه يفهم نفسية المواطن الأمريكي فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فهو يغازل المواطن الأمريكي في هذه المسألة الولايات المتحدة الأمريكية دائما أو يقول أنها دائما تتحمل أعباء مالية أكثر مما يتحمله الجانب الأوروبي لدرجة أنه هدد بالانسحاب أعتقد أنه كان ذلك في 2017 أو 2018 هدد بالانسحاب من حلف النيتو ثم بعد ذلك أكد مساعده أو بعض مساعده بأنه كان مخمورا حينما ذكر هذه المسألة ويعتذروا عن هذه المسألة باعتبار أن حلف النيتو واحد من الكور فاليوز أو القيم الأساسية الجوهرية في المجتمع الأمريكي أو في الدولة الأمريكية ببساطة شديدة ترامب على الرغم من تأكيده على ضرورة أن يقوى الحلف وتوسع الحلف وامتداد الحلف إلا أنه في المقابل لديه سياسات تفوق ما يسمى بالمؤسساتية بمعنى أنه عند درجة محددة لا يعترف بالتحرك المؤسسي سواء من جانب الأمم المتحدة أو حتى من الحلف بمعنى أنه إن اقتضت الضرورة تحرك القوات المسلحة الأمريكية أو التحرك الأمريكي في منطقة ما من العالم وارتأت باقي دول الحلف أن هذا الأمر ليس مهما فإنه في هذه الحالة سيتجاوز رؤى وتصورات حلف النيتو وسيتحرك متجاوزا هذا الحلف أيضا زي ما قلت لحضرتك هو هدد أكثر من مرة بأن الأوروبيون إن لم يلتزموا بولائهم وسياساتهم المؤيدة بشكل تام بحسب أنهم حلفاء ويدورون في الفلك الأمريكي إن لم يلتزموا بذلك فهو سيتصرف بعيدا على الحلف مؤكدا على أن ما تدفعه أو ما تتكبده الولايات الأمريكية من ميزانية داخل الحلف يفوق بكثير ما تتكبده الدول الأوروبية وبالتالي يعني بمنطق البلدي بالنسبة لنا يعني هو أنهم عايشين أو دخلين الحلف سفلاء بالبلدي كده فبالتالي يعني هو يؤكد على هذا الحلف من منظور أنه يريد أن يحاصر ويطوق الطرف الروسي والطرف القطب الروسي والقطب الصيني دون أن يلتزم التزاما أصيلا بالتحرك داخل هذا الحلف من الواضح تماما أن دونالد ترامب لديه ما يسمى بالواقعية الهجومية التي تفوق أو تتخطى التعامل المؤسسي يعني هو لا يؤمن بالمؤسسات نعم حضرك أشارت إلى الجانب الاقتصادي وده الحقيقة خليني برضو أسأل حضرتك دكتور محمد عن دعم ترامب أو كاميلا هاريس للدعم الاقتصادي لحلفاء الولايات المتحدة التقليدين المتوقع في هذا الإطار أي يعني طبعا فكرة الدعم ستكون موجودة ولكن أيضا بحسابات يعني خلينا نؤكد على أن إن فاز دونالد ترامب فهو رجل أعمال الرجل أعمال يتعامل بمنطق الصفقة فكرة المكسب والخصارة يعني زي أقوله كده يعني cost benefit analysis يعني أي مسألة سياسية هو يحسبها بمنطق حسابات الصفقة التجارية ما العائد وما المكسب وبالتالي يقيمها وفق هذه المسألة أعتقد أن هذه المسألة يعني يعني تأتي على هوى المواطن الأمريكي إلى حد كبير فعلى الرغم من يعني النجاحات التي حققها الاقتصاد الأمريكي خلال فترة جو بايدن الفترة السابقة الأربع سنوات السابقة ويعني استمراره بمعدل نمو اقتصادي ثابت تقريبا ثلاثة في المية وتحقيق معدلات كبيرة من التشغيل وأوجد فرص عمل كبيرة أتحدث هنا عن جو بايدن إلا أن التعافي الاقتصادي الذي حدث في فترة دونالد ترامب والتي متوقع أن تحدث أعتقد أنها مسألة يعني تلوح في أفق المواطن الأمريكي وبالتالي فكرة استقديم المساعدات ربما ستكون موجودة ولكن مشروطة يعني هنا يأتي لفظ احنا بنسميه عندنا في العلوم السياسية political conditionality أو المشروطية السياسية يعني إن كنت سأقدم لك مساعدات أو هبات أو منح أو قروض أو عطايا أو غير ذلك من المسميات فهي مشروطة بمواقف سياسية معينة فأعتقد أن جو بايدن يتقن أو يحسن هذه المسألة أيضا ونحن نتحدث عن نفس الملف الاقتصادي الأجندة الاقتصادية هل سوف تختلف من كاميل هاريس إلى دونالد ترامب من وجهة نظرك دكتور محمد؟ الأجندة الاقتصادية على الصعيد الداخلي نعم يعني أعتقد أنها لا تختلف كثيرا ربما في هذه المسألة أعتقد أنها ليست محل خلاف كبير أنا أحاول أن أتذكر الخطاب السياسي لكل المرشحين أعتقد أن ربما الخلافات طفيفة جدا 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 ربما حتى من خلال متابعة المناظرات لم يكن هناك خلافات حتى في المسائل الاقتصادية إلا فيما يتعلق بالمسألة الحماية أو الحماية التجارية وفرض ضرائب أو جبارك على الواردات الصينية يعني أعتقد الخلافات الاقتصادية ليست كبيرة وكلا الطرفين سيسعيني إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية خلق فرص عمل نسب تشغيل حد من البطالة لأن هذه القضايا هي القضايا الأساسية في المجتمع الأمريكي أيضا هل من وجهة نظرك هناك اختلاف بين كاميل هاريس ودونالد ترامب في التعامل مع بعض القضايا العالمية المهمة جدا على سبيل المثال تغير المناخ لأنه طبعا ترامب كان لي تصريحات واضحة في هذا الإطار وأيضا كاميل هاريس صحيح يعني في الحقيقة في قضايا كثيرة جدا ممكن أن تستدعى في هذا الإطار وبشكر حكي على قضية المناخ تحديدا طبعا يعني قضية إيران حكي تفضلت قلتها القضية الليبية السودان القضية الفلسطينية أفريقيا بشكل عام والنظر إليه أمن البحر الأحمر ولكن قضية المناخ زي وحكي تفضلت قلتها قضية على جانب كبير جدا من الأهمية خلينا نكون منطقيين وواقعيين وأنا أنتمي إلى المدرسة الواقعية ليست الهجومية ولكن الواقعية بشكل عام يعني إن اختلفت تصريحات دونالد ترامب عن كاميل هاريس فأعتقد أن التصريحات في واد وحينما تصطدم هذه التصريحات مع المصالح الأمريكية مع كل تقديري واحترامي للتصريحات والعبارات الرنانة يعني المصالح تجب بكل هذه التصريحات وخليني أذكر بالفيلم الوثائقي المتميز الذي أعده باراك أوباما في مقابلة شهيرة مع ليوناردو ديكابري الفيلم اللي هو بيفور مش متذكر اسمه دلوقتي لكن هو بيتكلم في نفس الأفضل عن التغيرات المناخية بالضبط كده عن التغيرات المناخية وعن المناخ دونالد باراك أوباما تحدث حديث رنان ورائع ويعني وردي عن التغيرات المناخية وعن تأييد البيئة وعن تأييد الانبعاثات الكربونية والحد منها ولكن ما الذي حدث على أرض الواقع لم يحدث أي شيء وبالتالي التصريحات في وادن والتصرفات في وادن آخر الولايات المتحدة الأمريكية معروفة أنها الدولة الأولى في العالم المسؤولة عن تلويث المناخ وعن ما يسمى بجلوبال وورمينج أو الاحترار العالمي المسؤولة عن ما يسمى بالاحتباس الحراري الدولة الأولى وبالمناسبة الصين رقم 2 إذن يعني الولايات المتحدة الأمريكية والصين هما أكبر دولتان في العالم ملوثتان للبيئة ومسؤولتان عن الانبعاثات الكربونية وفي هذا الإطار في رأيي شخصي لا تختلف السياسات الواقعية على أرض الواقع البراجماتية سواء كان مرشح ديمقراطي أو مرشح جمهوري لأن المرشح الديمقراطي سيتبنى سياسات رائعة سيتبنى تصريحات رائعة سيتبنى مؤتمرات وندوات وورش عمل ووركشوبس إلى آخره ولكن على أرض الواقع سوف لن يوقف الانبعاثات الكربونية سوف لن يوقف مصانع سوف لن يوقف التطور التقني والتكنولوجي والاقتصادي الأمريكي كل ذلك لا يختلف من رئيس ديمقراطي أو رئيس جمهوري بس أذن حضرتك دكتور محمد أنه ينضم إلينا أيضا في هذا الحوار الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي أستاذ جمال بعد التحية ومن خلال متابعتك طبعا لهذه المنافسة يعني غير المسبوقة في هذه الانتخابات الأشهر طبعا الصباق الانتخابي الأشهر في العالم لما للانتخابات الأمريكية من تأثيرات ليس فقط على الداخل الأمريكي ولكن في جميع الأصعيدة سواء السياسة الدولية وكذلك أيضا الاقتصاد العالمي من وجهة نظرك المتوقع في ملف السياسة الخارجية من مراشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وكذلك أيضا كاميلا هاريس تحياتي لحضرتك ولديك الكريم ولكل أستاذ المشاهدين بالتأكيد الإدارة الأمريكية القادمة أمامها اختبار صعب على صعيد ملفات الخارجية نحن نتحدث عن أربعة ملفات في غاية الأهمية تمثل بؤر الصراع الآن على خريط الصراع الدولي ما يتعلق بشرق أوروبا ما يتعلق بالشرق الأوسط ما يتعلق ببحر الصين الجنوبي وأيضا حتى منطقة الساحل والصحراء الأطريقي كلها مناطق اشتباك ستداخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث أيضا هذه النقاط مستقبل تموضع الولايات المتحدة الأمريكية على خريطة الساحة الدولية في ظل متغيرات دولية تشكل العالم من جديد إذن مصير تموضع الولايات المتحدة الأمريكية دوليا ومصيرها في قونها تصبح هي القطبة الأوحد أو لا في الفترة القادمة مرهون في الحقيقة بإدارة الملفات الخارجية. طبعا ليس فقط على صعيد هذه النقاط الخاصة بالصراع في العالم ولكن حتى على صعيد أيضا الدبلوماسي والسياسي. يعني إذا أتت الإدارة الجمهورية برئاسة دونالد ترامف نحن نتحدث عن سياسات الصفقات التي تعتمد طوال الوقت على عقد الصفقات وهنا بيحدث نوع من أنواع الخلافات الفجة إذا جاءت التعبير. لأن هذا ظهر على صعيد حتى العلاقات الأمريكية الأوروبية الجميع يتذكر. التلاثم الذي حدث ما بين دونالد ترامب وماكلون ويعني الصادع الذي حدث بين الدولتين وغيرهم حتى من دول أوروبية. وأيضا على الصعيد طبعا الآخر بنرى هذه الأمور ستتداخل في الحروب الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. إذن سوف نتحدث عن صدمات مباشرة هذه الصدمات ربما أيضا يعني لا تحقق الأهداف كما يتوقع ترامب على الصعيد الآخر. إذا أتت كمالهارس نحن نتحدث عن سياسات المؤامات يعني الديمقراطيين بالسياسة الكريسيكية التقليدية القديمة دائما ما يعني يفضلوا فكرة سياسات المؤامات. وبالتالي سوف يكون هناك تنفيذا أيضا للمصارح الأمريكية ولكن عبر ربما مؤامات سياسية عبر يعني إدارة الملفات بشكل تقليدي ربما أكثر. وبالتالي أنا أعتقد أن الملفات الخارجية ملفات صعبة للغاية. ولكن يظل الملف الخاص في الشرق الأوسط أحد أهم الملفات المؤثرة في مستقبل التواجد الأمريكي فيما يتعلق ب كونها فاعل دولي مؤثر في الخريطة الدولية. نعم أشكرك جزيلا شكرا أستاذ جمال رائف الكاتب الصحف شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه المدخلة. وبرجع لحضرتك دكتور محمد سلمان طايا الحقيقة أستاذ جمال تكلم على نقطتين في منتهى الأهمية سياسة الصفقات وسياسة المؤامات. وكله من أجل الصالح الأمريكي طبعا في النهاية. تعليق حضرتك على هذين التعريفين تحديدا. نعم. بالمناسبة أذكرت الفيلم Before the Flood. قبل الطفان. وده فيلم يكلم عن تغير المناخ. بالصبت كده. فيلم وثائقي مهم جدا. طيب طبعا فكرة يعني أستاذ جمال مشكورا طرح أربع ملفات مهمة. بحر الصين الجنوبي. أفريقيا أو السحل والصحراء. هو خاص السحل والصحراء. أنا أتحدث عن أفريقيا بشكل عام. البحر الأحمر والشرق الأوسط. وفي إطار هذه الملفات هناك التنافس وهناك المؤامات. يعني السفقات والمؤامات أو التنافس والمؤامات وأعتقد أن الولايات تحدي الأمريكية يعني في حاجة ماسة الآن إلى عقد بعض الصفقات مع بعض الشركاء في عدد من هذه الملفات. وأيضا في حاجة إلى خلق تحالفات أعتقد فكرة التحالفات لم تكن حاضرة في ذهن دونالد ترامب في الولاية السابقة. هو يقول أن الولايات تحدي الأمريكية تتحرك بشكل انفرادي. وأنها ليست بحاجة إلى بناء تحالفات. وهذا أيضا جزء من الواقعية الهجومية. أعتقد أن الوضع الآن يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي الولايات المتحدة الأمريكية من سبع سنوات حينما تولى دونالد ترامب السلطة. أيضا الإقليم والعالم يعني الولايات المتحدة الأمريكية تغيرت الإقليم والعالم لم يكن أو لم يعود كما كان من سبع سنوات. دونالد ترامب نفسه أعتقد أن أنه اكتسب قدرا من الحصافة السياسية أو الكياسة السياسية ربما أو الخبرة السياسية وبالتالي كل هذه الأمور ستفرض عليه أن يدخل في مجموعة من المؤامات السياسية والتحالفات السياسية في عدد من القضايا التي لا يستطيع هو بمفرده هذا بحسب أنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها أن تحسمها قضايا كثيرة في هذا الإطار من بينها قضية الشرق الأوسط أيضا قضية القضية الإيرانية أعتقد أن الفاعل الأوروبي مهم جدا في هذا الإطار نوع من المؤامات والترضيات التي يجب أن تقدم أيضا قضية الصين وبحر الصين الجنوبي والعلاقة مع الصين نفسها ولكن هل ترامب بينتهج هذه السياسة سياسة المؤامات؟ لأن حضرتك ذكرت أنه بينتهج مدرسة الوقعية والهجومية بزبط أنه دايما في صدمات بشكل أساسي ويرفض المؤامات ويرفض التحالفات ويتصرف بمنطق الأحادي والانفرادي ويسمو على المؤسسات وعلى التحالفات ولكن قلت أنه ربما تنطبق عليه سياسة الصفقات سياسة الصفقات بالإضافة إلى نسبية السياق الزمني بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي الولايات المتحدة الأمريكية من حيث منطق القوة النسبية قوة الولايات المتحدة الأمريكية الآن مقارنة بقوتها في عام يعني حينما تولى دونالد ترامب من ستة أو سبع سنوات أو سبع سنوات لم تكن كما كانت الآن عليه يعني الآن نسبيا أضعف لا أقول أنها أضعف في المطلق ولكن نسبيا مقارنة بالظهور الصيني بالظهور أو بالتنافس الروسي بظهور قوة أخرى مثل قوة متوسطة إيران وانحيازها مع روسيا أو لعبها مع روسيا كل هذه طبعا البريكس يعني البريكس داتا كاتل أيضا يخيف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر كل هذه الأمور ربما تفرض على دونالد ترامب أن يدخل فيه ما يسمى سياسة الصفقات الولايات المتحدة الأمريكية قولا واحدا لا تستطيع أن تتحرك بمفردها في القرى الإفريقية وفي ملفات القرى الإفريقية وعليها أن تدير أو تعقد صفقات مع بعض القوى أيضا حتى خارج القرى الإفريقية إذا نظرنا إلى الملف السوري على سبيل المثال الملف العراقي هذه كلها ملفات تستدعي قوة خارج القرى قوة أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجاهل هذه القوى يعني ليبيا سوريا هذه الملفات بالإضافة إلى إيران لا يمكن أبدا أن تتفاعل أو يتعامل فيها الفاعل الأمريكي بمفرده وعليه أن يعقد صفقات مع فواعل أخرى طبعا حتى دول الخليج يعني هناك دراسات تؤكد على أن هناك اهتزاز في مستوى ثقة الخليجيين بالولايات المتحدة الأمريكية نظرا لسياسة دونالد ترامب وبالتالي مجيء دونالد ترامب الآن يعني أو يعني إن تولى سدة الحكم أعتقد أنه أيضا يحتاج إلى إعادة الثقة الخليجيين به يعني لا المسألة ليست بالسهولة التي كان يعني يديرها دونالد ترامب من سبع أو ثمان سنوات من أهم الأخبار العجلة موجودة أمام حضراتكم طبعا على الشاشة أنه دونالد ترامب حتى الآن الأصوات التي حصل عليها في ولاية جوجيا وصلت إلى 274 صوت بينما كاميلا هارس 247 صوت لا 247 بالضبط عشان نكون أكثر دقة طبعا 247 صوت بالنسبة لدونالد ترامب بينما كاميلا هارس حصلت على 214 صوت ده طبعا في ولاية جوجيا عايزة توقف مع حضرتك دكتور محمد سلمان يعني حضرتك تحدثت سريعا عن القضايا أو الأزمات الشائكة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط هذه الأزمات بتنتظر الرئيس الأمريكي أي أن كان كاميلا هارس أو دونالد ترامب في حال فوز أحدهما في هذا السباق المحتدم طبعا لانتخابات الأمريكية لو هنتكلم عن ما هو المتوقع خصوصا أن هناك وعود بوقف إطلاق النار بإنهاء الحروب بالعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية خاصة طبعا في غزة وهذا يعني التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة طيب ده موضوع مهم جدا 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 وأشكر حقيقة على طرحه يعني خلينا نتفق على أن تأييد الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا لإسرائيل مسألة تجب وتسمو على الانتماءات الحزبية يعني أي أن كان انتماء الرئيس إلى سواء الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري فهذه مسألة لا تؤثر إطلاقا على تأييد الأمريكان لإسرائيل أو على دعمهم المطلق واللا محدود لإسرائيل وربما يعني أقول ربما هناك بعض الاستثناءات يعني البعض يقول أن الديمقراطيين يميلون إلى التهدئة والتهاد والتعاون والاعتراف بالتسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي أو القضية الفلسطينية ولكن ربما هناك استثناءات من هذه المسألة منها على سبيل المثال أن آيزنهاور وهو رئيس جمهوري بامتياز يعني كان له تصريح شهير في عام 57 إبان العدوان الثلاثي على مصر بعام بأنه سوف يوقف دعمه التام لإسرائيل بشرط أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها آنذاك في هذا التوقيت في سيناء وفي غزة أتحدث بعد الـ 56 هذا كان استثناء لرئيس جمهوري إذن مسألة الولاء أو مسألة الولاء لإسرائيل وارتباطها بالانتماء الحزبي هذه مسألة غير موجودة طيب النقطة الثانية وهي متعلقة بالوضع الحالي وضع الحالي للأسف وضع مزري جدا 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 ودعنا نؤكد على أن دونالد ترامب في ولايتي السابقة نحن أمام شواهد معينة دونالد ترامب في ولايتي السابقة وأثناء المناظرات الحالية في ولايتي السابقة كان شديد التطرف في التعامل مع القضية الفلسطينية ووصل الأمر إلى عدد من الأمور أولا في عام 1995 تم صدور قرار من الكونغرس باعتبار أن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة بالتالي إلى إسرائيل ولم يتم تطبيق هذا القانون لا في عهد بوشي الإبن ولا في عهد باراك أوباما وحينما جاء دونالد ترامب قام بنقل العاصمة الإسرائيلية أو أكد على أن نقل العاصمة السفارة الأمريكية إلى القدس وأكد على مسألة أن القدس إسرائيلية وبالتالي هذه كانت مسألة متطرفة جدا أيضا في كل خطاباتي خلال فترة ولايتي هو لا يؤمن أبدا بفكرة حل الدولتين هذه مسألة غير مطروحة تماما هو صاحب أو هو مهندس المهندس السياسي لفكرة صفقة القرن والتي يعني جزء من ثناياها هو فكرة الحل الخارجي مجموعة الفلسطينيين الموجودين في الضفة ينتقلوا إلى الأردن مجموعة الفلسطينيين الموجودين في غزة ينتقلوا إلى مصر وانتهت القضية إذن هو يعني يؤمن بفكرة التهجير القصري ولا يعني يعطي أي اهتمام للحقوق القومية أو السياسية أو القانونية للفلسطينيين وصل الأمر إلى حد أنه خلال المناظرات اعتبر أولا لم يتحدث عن أي حل للقضية الفلسطينية بل على العكس هو رأى أن تطور الأوضاع بهذه الكيفية يعني سبب إدارة جو بايدن واتهمه بأنه فلسطيني كما لو كان كلمة فلسطيني هي تهمة يعني كأنها سبة يعني وذهب إلى أيضا اتهام زعيم الأغلبية في المعارضة بأنه يعني من الديمقراطيين بأنه فلسطيني ولفت للنظر أن زعيم الأغلبية هذا يهودي الديانة إذن جو بايدن يعني من المتصور أنه سيتبنى سياسات أكثر يعني نقول يمينية ومتطرفة في تأييده لإسرائيل لأنه لا يرى ولا يعترف بالفلسطينيين إطلاقا جو بايدن هو النائبة بتاعته كاميلة هاريس يعني كان له تصريحات جد ممتازة أقول تصريحات تحدث كثيرا كثيرا أثناء فترة ولايته وأيضا أثناء يعني وكانت كاميلة نائبة وأثناء المناظرات تحدثوا كثيرا عن فكرة حل الدولتين عن وقف إطلاق النار عن ضرورة التهدئة ولكن فعل ما فيه سيما بنقول بالبلد كده دون أن يكون هناك أي فعل دعنا نؤكد على أن أو أريد أن أؤكد على أن التواطئ الأمريكي في فترة جو بايدن هي التي سهلت لنتانياه والقوة والآلة العسكرية الإسرائيلية أن تتقدم بهذه الشكل وأن تقوم بهذه العمليات أيضا عشرات الأطنان من القنابل والذخيرة التي مولت أو قامت الولايات المحدة الأمريكية بإمدادها لإسرائيل خلال فترة جو بايدن أثناء الحرب هذه مسائل تؤكد على أنه ثمت خلاف واضح ما بين القول في وادن والأفعال في وادن أخر وبالتالي أرى أن هذه المسألة للأسف أعتقد أنها أصبحت محلة تسابق ما بين الرئيس الأمريكي أيهما يكسب ود إسرائيل وأيهما يكسب ود اللوبيات الداخلية في إسرائيل ليس فقط الكتلة التصويتية اليهودية لأن هذه مسألة ستنتهي بعد الانتخابات ولكن كسب ود اللوبي الإسرائيلي اللوبي الإسرائيلي يسيطر على العقل والبطن العقل من خلال سيطرة على الثينك تانكس أو مراكز الفكر ومراكز الأبحاث وحضانات الفكر والابتكار وسيطرة على البطن من خلال سيطرة على الشركات ورأس المال والأعمال والاستثمارات والاقتصاد وبالتالي للأسف الشديد الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي للأسف الشديد دائما ما يكون أسير إرضاء اللوبي اليهودي في الداخل وإسرائيل في الخارج ويأتي ذلك دوما على حساب القضية الفلسطينية أو على الصراع العربي الإسرائيلي الاستثناءات محدودة جدا 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 وفي فترات قليلة جدا 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 يعني لا تعد من نسبة للأجندة الأمريكية بشكل عام دكتور محمد بنجد أيضا أن ترامب أعلن بشكل واضح في الأجندة الخاصة بي إنحيازه لإسرائيل في أي سياسة مستقبلية أو أي صفقة سياسية مستقبلية سياسة الصفقات برضو اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها ولكن طبعا هو بيتكلم عن إسرائيل بشكل خاص وإنحيازه الواضح لإسرائيل بالنسبة لكاملة هاريس هل ورد في الأجندة الخاصة بيها هذا التصريح الواضح بالإنحياز بهذا الشكل؟ لم يكن لك تصريح واضح ولكنها لا تستطيع يعني أيا كانت من هي أن تحيد عن الاتجاه العام ربما ليس بنفس القدر من الغلو في التأييد والصلف في الذهاب بعيدا في تأييد إسرائيل ولكنها ستؤيد إسرائيل ستحاول أن تقوم بعمل تهدئة ما لكن فكرة العودة إلى التسوية السلمية وعملية السلام مدريد 1991 والقرارات المترتبة عليها وفكرة حل الدولتين والعودة إلى حدود 4 يونيو 67 هذه مسألة غير واردة أعتقد تماما لأنه ميدانيا يعني ميدانيا دونالد ترامب بالمناسبة بالإضافة إلى تأكيده أن القدس إسرائيلية ونقل السفارة أيضا بالمناسبة اعترف في 2019 بأن الجولان كلها هضبت الجولان كلها إسرائيلية يعني دي برضو من المفارقة كاملة هارتس حتى وإن أرادت أن تقوم بعمل تهدئة فكرة العودة إلى حدود 4 يونيو 67 فكرة هير موجودة يعني عدد المستوطنين الموجودين الآن في هضبت الجولان ربما يصل إلى حوالي 200 ألف مستوطن إذن الحديث عن مفاوضات حول الجولان مسألة غير متصورة من الذهنية الإسرائيلية والذهنية الأمريكية الواقعية أيضا عدد المستوطنين الموجودين في الضفة في الضفة اللي هي المفروض كلها حسب يعني 4 يونيو 67 تكون يعني فكرة الأرض أو يعني حدود 4 يونيو 67 في عدد المستوطنين الموجودين في الضفة حوالي من 750 إلى 900 ألف مستوطن إذن واقعيا كيف يمكن التفاوض حول هذه المسائل فضلا عن أن يعني العقلية الإسرائيلية الآن تريد أن تجعل من الضفة عبارة عن كانتونات أشبه بالكانتونات أو الجزر المعزولة أشبه بتلك التي كانت موجودة في دولة الأبرتهايت دولة الفصل العنصري وللأسف بمباركة أمريكية وتأييد أمريكي للأسف الشديد كل ما يمكن أن تفعله كاميل هارتس هو الاعتراف بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني لا أقول حق العودة حق العودة غير موجود تماما بوقف التعذيب ووقف التصرفات العدائية يعني التعاطف مع الشعب المسألة سوف لن تتجاوز النواحي الإنسانية بين قسين المرتبطة بحقوق الإنسان على صعيد الشعارات أما على صعيد الواقع المسألة أصبحت أبعد من تدخل والعودة إلى ما يسمى بفكرة حل الدولتين نعم طبعا السياسة الخارجية بها الكثير من الملفات ولكن أيضا إذا ما عدنا مرة أخرى إلى الداخل اللي بيهتم بيه جدا الناخب الأمريكي هناك الكثير أيضا دكتور محمد من الملفات المهمة مثل ملف الهجرة ملف الإجهاد حضرت أشارت إليه أيضا سريعا ونريد أن نتحدث عنه تفصيلا تمام ممتاز مسألة الهجرة تحديدا الإجهاد يعني مسألة مهمة ولكنها ليست بقدر أهمية ملف الهجرة لأن ملف الهجرة وملف الإرهاب وملف أو قضية الصين التلات ملفات دول تحديدا هذه الملفات الثلاثة أعتقد أنه يعني الخطاب الأمريكي خطاب النخب الأمريكية تقوم بأمننة هذه القضايا يعني أمننة يعني اللي يترجمت كلمة سيكوراتايزيشن الأمننة هنا بمعنى أن تجعل من هذه القضايا عدوا للولايات التحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 دعا مجموعة من الكتاب في الولايات التحدة الأمريكية ضرورة أن تخلق الولايات التحدة الأمريكية لنفسها عدو أي أن كان هذا العدو حتى تستطيع أولا أن تحافظ على ريادتها وحتى تستطيع أن تحشد وتعبء الرأي العام الداخلي حول السياسات الأمريكية أي أن كان ديمقراطي أو جمهوري أو ديمقراطي وبالتالي لدرجة أن البعض اقترح أن يكون هناك عدو وسموه حتى فاسلس أكتور فاسلس أكتور يعني كائن بلا وجه عفريت يعني نعمل عفريت كده نخوف بالناس عشان يعني نحشد به الرأي العام ففكرة أو قضية الهجرة وقضية الإرهاب بالإضافة إلى الصين مؤخرا وتحديدا من 2018 وهي ظاهرة في استراتيجيات الأمن القوم الأمريكي هذه القضايا الثلاث يعني تم أمننتها بامتياز ويتم التأكيد عليها بشكل كبير جدا 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 وبطبيعة الحال دونالد ترامب يعني يحسن التعامل مع هذه القضية وفي نفس الوقت سياساته فيها نوع من التطرف لدرجة أنه يعني يتحدث عن أنه يريد أن يوقف الهجرة تماما وأنه يريد أن يتبع سياسات عدائية ضد المهاجرين إلى الولايات المحدة الأمريكية تحدث عن أنه يريد أن يقوم بتصميم يعني روبوت أو بعض الأشعة التي تلتقط بصمة وجه المكسيكي بحيث يتعرض لصاعقة بمجرد اختراقه للحدود نعم هو تحدث عن هذه المسألة سواء في فترة ولايته السابقة أو من خلال المناظرات إذن قضية الهجرة قضية مهمة جدا 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 في الداخل الأمريكي وأعتقد أن دونالد ترامب يوظفها بشكل جيد وأيضا هاريس ولكن دونالد ترامب بشكل أكبر بالإضافة إلى قضية الإرهاب بالإضافة إلى الصين طبعا قضية الإجهاض أعتقد أنها تدخل في إطار ما يسمى بالحقوق المدنية في الداخل الأمريكي وهذه القضية يعني دائما محل خلاف ما بين الحزبين الكبيرين طبعا تحظى بتأييد من الحزب الديمقراطي بشكل كبير ويعني ربما الخلاف في الخريطة النوعية لمؤيد الرئيسين يعني من الواضح أن المرأة الجندر هنا أتحدث عن المرأة أو الجندر تميل نوعا ما إلى كاملة هاريس لا أقول كل النساء يؤيدنا كاملة هاريس ولكن يعني الخريطة الجندرية تؤيد إلى حد كبير كاملة هاريس الخريطة أو المجتمع الذكوري يميل نسبيا إلى دونالد ترامب ولسيما أنه يمتاز أيضا بالشخصية القوية التي تفضلها أو يفضلها المزاج العام حقرتك شايف أنه بالنسبة أنه فيه إقبال من السيدات الأمريكيات لانتخاب كاملة هاريس بشكل نسبي على اعتبار أنها تكون أول سيدة يعني رئيس للولايات المتحدة الأمريكية بالصبب وظهرت عبارات من هذا القبيل أنه أول سيدة تقود الولايات المتحدة الأمريكية وأول سيدة ستقود العالم يعني على اعتبار أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقود العالم فذهرت عبارات من هذا القبيل وبالتالي هناك قدر ما من الحماس لدى الأوساط ما يسمى الفيمينزم أو الفيمينست أو النسوية أو الحركات النسوية يعني طبعا تؤيد كاملة هاريس انطلاقا من هذا البعد على الرغم من أنه يعني زي ما قلت الحقيقي يعني حتى تحليلي أنا الشخصي وتحليل بعض من قاموا من يفهمون في علم النفس السياسي وتفسير ما يسمى الـ political body language أو لغة الجسد السياسي لكاملة هاريس أعتقد أن كثير من تصرفاتها الجسدية لا تتسق مع أقوالها وبالتالي يمكن رصد أكثر من منطقة أو مساحة للكذب أو لعدم الصدق في لغة الجسد وهذه مسألة في الحقيقة يعني كانت واضحة أيضا في جو بايدن وبالتالي يعني أعتقد أن الولايات تحدى الأمريكية بها يعني من هم أفضل من ذلك بكثير نعم ولكن هذا هو الموقف وإحنا برضو نتكلم عن السياسة الخارجية طبعا هو ملف الحقيقة ضخم جدا وفيه كثير من القضايا المهمة عايزة أتوقف أيضا مع حضرتك دكتور محمد على أوروبا وإزاي أنه يعني هذه الانتخابات وفي حال فوز سواء ترامب أو كاميلا هاريس إزاي أن ده ممكن أنه هو يغير في تشكيل التحالفات الدولية دي مسألة في الحقيقة طبعا مهمة جدا جدا وخصوصا أن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت حالة من عدم التوافق الغربي الأوروبي الأمريكي وبالتالي طبعا كلا الرئيسين سيكون حريصا على إعادة الوثاق في الصف الأوروبي أعتقد أن دونالد ترامب سيكون أكثر حدة في تعامله مع أوروبا أولا بالبلد كده حيكون حاد في تعامله مع أوروبا فيما يتعلق بالصين وضحوا لموقفكم من الصين يعني هو سيكون شديد الحدة في تعامله مع الصين وأيضا ربما سيفرض بعض من السياسات على حلفائه الأوروبيين أو سيميل إلى فرض نوع من الإكراه أو الإجبار في السياسات مع الجانب الأوروبي في كيف يتعاملون مع الفاعل الصيني هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا إذا ما استمرت الحرب الروسية الأوكرانية وأعتقد أنها ربما لن تستمر طويلا هناك كان من يتوقع بأنها ستستمر لمدة عقد من الزمن أعتقد أن الرئيس الجديد أي مكان سيميل إلى إنهاء هذه الحرب بتوازنات أو مواءمات معينة تخدم كل الأطراف الطرف الروسي والطرف الأوكراني وأيضا الطرف الغربي الأمريكي تحديدا وبالتالي يعني التعامل أيضا دونالد ترامب مع الأوروبيين في إطار الحرب الروسية الأوكرانية أيضا سيكون حادا في إطار يعني لابد أن أحظى منكم بتأييد أكثر ويعني مباركة أكثر للتحركات الأمريكية أما كاملة هارتس في رأي شخصي فأنها ستكون أكثر اعتدالية في تعاملها مع الفاعل الأوروبي وربما ستعيد مرة أخرى فكرة التوافق الأمريكي الأوروبي سواء فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي سيطفو من جديد أيضا في مسألة الحرب الروسية الأوكرانية والتعامل مع الصين والأهم من كل ذلك قضية أفريقيا لأن أفريقيا أصبحت ساحة للتنافس ما بين القوى العظمية والولايات الأمريكية تشعر بشكل واضح جدا أن هناك انسحاب للبساط من تحت الأقدام الأمريكية وأيضا من تحت بعض الأقدام بعض القوى الأوروبية التقليدية وعلى رأسها فرنسا خروج بعض القوى التقليدية أو الفرنكفونية من الحضيرة أو الحضن الفرنسي إن صح التعبير لصالح روسيا والصين هذه مسألة مزعجة جدا 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 للأمريكان وبالتالي ستحتاج إلى تحرك أمريكي أوروبي أو توافق أمريكي أوروبي بين قسين في إطار صفقات في إطار مواءمات سياسية لإعادة التوازن في القرى الأوروبية أو ما أسميه أنا ويسميه البعض بيه أو الشطرنج السياسي فكرة التحالفات السياسية والشطرنج السياسي أنت هتلعب اللعبة دي عشان تكسب البيضق الفلاني أو الفيل الفلاني وأنا هلعب اللعبة دي عشان أكسب القلعة الفلانية هي اللغة المصالح التي تتحدث دائما بين الدول واضح تماما أن روسيا والصين أصبح لهم امتداد كبير جدا في القرى الأفريقية على حساب الولايات المحدة الأمريكية وعلى حساب فرنسا تحديث وحضرتك شايف أنه في مقابل ذلك المتوقع سواء بالنسبة لترامب أو بالنسبة لكاميل هارس في التعامل مع ذلك تحديدا في القرى الأفريقية هيكون إزاي نعم يعني أولا القرى الأفريقية مع الأسف الشديد في حد ذاتها لا تحظى باهتمام لا دونالد ترامب ولا كاميل هارس ربما ربما يعني إن سألنا الأفريقى ونحن منهم من تفضل حقول أفضل الوحشين كاميل هارس أفضل الوحشين بالنسبة للقرى الأفريقية على اعتبار أنها ذات توجه يعني حزب ديمقراطي وبالتالي ستؤيد فكرة حل الصراعات ستؤيد فكرة التنمية ستؤيد فكرة إرساء السلام والرخاء في القرى ستعمل يعني هكذا على الأقل التصريحات ستساعد القرى على تحقيق ما يسمى بقطة التنمية الأفريقية عشرين تلاتة وستين إلى آخره ولكن على صعيد الواقع حتى أوباما الذي كانت له يعني حتى أوباما الذي كانت له أصول أفريقية من كينيا نعم وأراد يعني هو نفسه أراد أن يثبت أنه أمريكي وليس أفريقي وبالتالي لم يكن لديه أي سياسات أفريقية واضحة ربما الاستثناء الوحيد في الفترة الأخيرة من الرؤساء الأمريكان الذين كانت لهم تحركات سياسية لصالح القرى الأفريقية لصالح قضايا القرى الأفريقية هو بيل كلنتون الوحيد يعني الوحيد إذا ما استثنينا بيل كلنتون سنجد أن السياسة الأمريكية هي سياسة براجماتية واضحة لا تتحرك من أجل بين قسين عيون القرى الأفريقية أو من أجل مشاكل ومشكلات القرى الأفريقية أو من أجل قضايا وهموم القرى الأفريقية وشواغل القرى الأفريقية وإنما من أجل المصالح الأمريكية إذن القارة الأفريقية ستكون مهمة جدا للرئيسين سواء دونالد ترامب أو كاميل هاريس مرة أخرى ليس لذاتها وإنما واحد للثروات نين مصادر الطاقة تلاتة المواد المشعة أربعة الثروات خمسة التسابق على المناطق الجيوسياسية والجيوستراتيجية ستة البحر الأحمر سبعة أمن الممرات المائية تمانية السباق الجيوسياسي اللي أنا ذكرته من قبل قليل مع الصين وروسيا الصين وروسيا أصبح له وخصوصا روسيا الآن كمان مع ظهور الشركات الخاصة وفاجنر والامتداد لا يعني الصين وروسيا أصبحت شريكتان واضحتان داخل القارة الأفريقية روسيا أمنيا الصين تجاريا هذا الأمر يهدد بشكل كبير الوجود الأمريكي فكرة الأفريق أصبحت على المحك وبالتالي كلا الرئيسان جو بايد دونالد ترامب أو كاميل هاريس سيهتم بالقارة الأفريقية ليس للقارة الأفريقية في حد ذاتها ولكن للمصالح الأمريكية وبسبب لعبة الشطرنج السياسي وبسبب التنافس مع القوى الأخرى على من سيحصل على الكعكة السياسية والاقتصادية في القارة الأفريقية نعود أيضا إلى الأزمات الأخرى المتأججة في المنطقة والتطورات المتصاعدة تحدثنا عن غزة نتحدث أيضا عن لبنان والمتوقع من سواء كاميل هاريس أو دونالد ترامب في هذا الملف تحديدا وفي الحرب الدائرة هناك طبعا موضوع لبنان مرتبط بالقضية الفلسطينية ولكن موضوع لبنان يختلف قليلا لأنه يستدعي بعض أطراف أخرى الفاعل الإيراني وربما سوريا وربما إن ذكرنا سوريا نستدعي الفاعل الروسي وبالتالي هنا التفاعل الأمريكي سيكون أكثر حساسية بمعنى يعني الرئيس الأمريكي سيعطي اهتماما في مخيلتي في رأيي للملف اللبناني أكثر من اهتمامه بالقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية ستحظى ربما ببعض الدعم اللفظي في حال فوز هاريس أما في حال فوز دونالد ترامب فأعتقد أن القضية ستموت تماما وسنتجه إلى فكرة التهجير القصري إلى غير ذلك وربما تصعيد أكثر من ذلك أما الملف اللبناني فبحسبان أن هذا الملف مرتبط بالفاعل السوري ومرتبط بالفاعل الإيراني وإيران وسوريا كلتا هما مرتبطتان بشكل أو بآخر بروسيا أعتقد أن التعامل الأمريكي سيكون أكثر هدوءا وستعمل الولايات المحدة الأمريكية على إنهاء هذه المسألة مع احتفاظ إسرائيل بشوكة في الظهر حتى يتم التفاوض عليها أو يتفاوض عليها إن فكرت إسرائيل أن تتفاوض مع لبنان ولكن أين لبنان؟ لبنان الرسمية أم لبنان حزب الله؟ وأريد أن أؤكد على مسألة مهمة جدا وهي البعد المائي أو البعد الهايدرو بوليتيكي فإسرائيل تريد السيطرة أو مسألة نهر الليطاني تحديدا طبعا الأنهر الأخرى الحصباني والوزاني والعاصي وغيرها مهمة جدا ولكن ليس الآن في المخيلة الإسرائيلية في الذين الإسرائيل ليس الآن المهم هو الوصول إلى نهر الليطاني لأن له قداسة كبيرة جدا في الذهنية الدينية والاستراتيجية الإسرائيلية بعض السياسيين الأمريكيين دكتور محمد يعني بيصفوا السياسة المتوقعة من دونالد ترامب بأنه بشكل أو بآخر بيسعى إلى عزل الولايات المتحدة من خلال ما يعرف أو ما يطلق عليه أمريكا أولا ذلك أيضا في نفس الإطار اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عليه التحالفات الدولية أنه بيغير فيه شكل هذه التحالفات وبالتالي بشكل أو بآخر بشكل غير مباشر بيعمل على عزل الولايات المتحدة للحفاظ على مصالحها بشكل أكبر رأي حضرتك نعم يعني هو في الحقيقة فكرة الإنعزالية التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية عادت على الولايات المتحدة الأمريكية بكثير جدا من المكاسب أولا إن كفأت على ذاتها فاستطاعت أن تبني اقتصادا قويا الدولة الوحيدة في العالم التي خرجت من الحربين منتصرة عسكريا ومستفيدة جدا 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 اقتصاديا وحققت فرات اقتصادية كبيرة جدا وبالتالي دونالد ترامب خلال ولايته السابقة أكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تنخرط في قضايا لا علاقة لها بها وكان من بين تصريحات في هذه المسألة قضايا الخليج ولمح إلى هذه المسألة وكانت من بينها السياسة التوجه شرقا أو التوجه نحية أسيا البعيدة وبالتالي دونالد ترامب يتحرك بالمنطق أو حسابات المكسب والخسارة يرى أن الإنعزال عن القضايا التي ستكلف الولايات المتحدة الأمريكية وستثق الكاهل الاقتصاد الأمريكي الأفضل أن يكف عنها وأن يبتعد عنها إلا إذا تحمل الطرف الآخر هذه الكلفة الاقتصادية وهذا ما فعلوا فعلا وفعلوا على الأقل مع الأصدقاء في السعودية حينما ذهب وقام بعقد مجموعة من الصفقات وصلت إلى كما سبق وقلنا حوالي 500 مليار دولار نصف ترليون دولار مسألة أو يعني سفقتات غير مسبوقة وبالتالي هو يتحرك بالمنطق الإنعزالي أولا بمنطق أنه لا يريد أن يكون مكبلا بقيد المؤسسات الدولية سواء المنظمات أو المنظمة الأممية المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية أيضا هو يريد أن يتحرك بحرية حركة وإنعزالية تامة عن المؤسسات سواء الحلف أو المنظمة الدولية ويعني كما سبق وقلت أنه يريد أن يعزل الولايات المحدة الأمريكية يعني لا يريد أن تنخرط الولايات المحدة الأمريكية في قضايا لا تعود له بالنفع بين قسين الاقتصادي طبعا النفع السياسي حاضر جدا في ذهنه لكنه يعني لا يعلنه كثيرا أولا بمنطق أنه رجل أعمال ثانيا بمنطق مغازلة الداخل الأمريكي وإحنا نتكلم على الجانب الاقتصادي حضرتك أشار تليل حقيقة في بعض المخاوف أنه دونالد ترامب من الممكن أن يعود إلى السياسات التي قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية تقلص حجم التجارة كذلك أيضا طباط النمو الاقتصادي العالمي رؤية حضرتك لهذه الكتابات السياسية الأمريكية المتخصصة يعني سيما أن هذا الأمر والتأثير على ما يسمى سلاسل الإمداد لدرجة أن البعض يتحدث عن أمن سلاسل الإمداد أصبحت مسألة خطيرة جدا ولا سيما في ظل جائحة كورونا وما ترتب عليها من تراجع الوفورات الإنتاجية أو تراجع سلاسل الإمداد ثم بعد ذلك جاءت الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد ويعني كانت منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية والقرى الأفريقية من أكثر الضحايا في هذه المسألة ثم بالتوازي مع كل ذلك مسألة التغيرات المناخية وتأثيرها على سلاسل الإمدادات وبالتالي هذه مسألة مخيفة جدا 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 وأعتقد أن دونالد ترامب ربما يستخدم هذه المسألة كنوع من أنواع العصى والجزرة التي يمكن أن يعني يهدد بها الأصدقاء والفرقاء على السواء وبالتالي أعتقد أنها مسألة حاضرة بشكل كبير جدا 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 ويعني واحدة من يعني المكونات الشخصية لدونالد ترامب استخدام التخويف والتهديد لا مسألة حاضرة للأسف بقوة فكرة التهديد بورقة الإمداد أو سلاسل الإمداد ويعني التحكم في بعض سلاسل الإمداد الخاصة بالعرض والطلب بالنسبة لبعض السلع أيضا من ضمن التخوفات يمكن إحنا برضو أشارنا إليها حضرتك تكلمت عليها مسألة العلاقات مع الحلفاء والشركاء تعتبر أيضا سبب من أسباب تخوف احتمالية فوز في دوق السياسات السابقة أن ذلك من الممكن أنه يؤثر في المستقبل حضرتك شايف أنه ممكن أنه يكون وارد فعلا ده صحيح زي ما قلت قبل كده وأنا أتكلم على الحلفاء طبعا الأوروبيين يعني الأوروبيين ونحن مقبلون بالمناسبة خلال الفترة القادمة على أو المقبلة على عدد من الانتخابات في القرى الأوروبية وهذه الانتخابات ربما تأتي ب يعني عدد من القوى اليسارية أو الأحزاب اليسارية هنا يعني استطلاعات الرأي تؤكد أن يعني أكثر من دولة أوروبية ربما يعني يأتي على سدة الحكم فيها سواء من خلال الرئيس المباشر أو رئيس الوزراء أو حتى الأغلبية البرلمانية فيها قوى يسارية هنا سيكون يعني حالة من لا أقول الصدام ولكن عدم الوفاق في الرأي والرؤية في التحركات في التفاهمات حول كثير من القضايا الدولية وبالتالي يعني حلفاء دونالد ترامب نعم يعني على المحك الآن سواء الحلفاء الحاليين أو المتوقعين عقب يعني إجراء انتخابات ومن سيفوز في هذه الانتخابات ولا سيما زي ما قلت لحضرتك أن يعني من المتوقع أن تأتي بعض القوى اليسارية التي لا ترتاح كثيرا إلى التوجهات اليمينية الخاصة بدونالد ترامب أو على الأقل لا ترتاح للآليات والتصرفات التي ينتهجها دونالد ترامب في سياساتي الخارجية تجاه أو إزاء كثير من القضايا نعم أشكرك جزيل الشكرة دكتور محمد سلمان طايع أستاذ العلوم السياسية بقولية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية شكرا جزيلا على يعني هذه التغطية الوافية طبعا للانتخابات الأمريكية أشكر حضرتكم ومشاهدين على شاشة التلفزيون المصري تغطياتنا ما زالت مستمرة مع حضرتكم لحظة بلحظة آخر الأرقام التي وصلت إلينا أن دونالد ترامب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حصد حتى الآن في ولاية جورجيا 248 صوتا بينما حصدت كاميل هاريس المرشحة الديمقراطية 214 صوتا في ولاية جورجيا تغطياتنا مستمرة في هذه الانتخابات التي لها الكثير من التأثيرات السياسية ليس فقط على الصعيد الداخلية ولكن على الصعيد العالمي وذلك نظرا لأهمية الولايات المتحدة الأمريكية ومن سوف يكون ساكن البيت الأبيض المنتظر والقادم والسياسة الخارجية أيضا المتوقعة منه ملفات كثيرة جدا منتظرة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم تغطياتنا لحظة بلحظة